يتسارع العد العكسي لفرصة أخرى للتواصل إلى اتفاق من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وستترقب حذر من قبل الأطراف المعنية حول مسألة التكهن بالتداعيات الإخفاق في ذلك مجددا مصدر مقرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمينة نهو قال الثلاثاء إن إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على مقترحات الوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين قبل إرسال فريق إلى القاهرة لمواصلة المحادثات مسؤول إسرائيلي آخر طلب عدم الكشف عن هويته نظر لحساسية المحادثات قال إن هذه الفرصة من ناحية إسرائيل تعد الأخيرة لتأجيل عملية اجتياح رفح مشيرا أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل تعبئة القوات لهذه العملية من جانبها أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان أن تل أبيب ستنتظر رد حماس على مقترحات الصفقة الجديدة المقدمة من قبل الوسطاء حتى مساء الأربعاء المقبل وبعدها ستقرر ما إذا كانت ستنخرط في مفاوضات جديدة أم لا وبالتزامن مع انتعاش الآمان بإمكانية التوصل لتهدئة هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنيهو أن تل أبيب ستنفذ عملية ضد حركة حماس في بندينة رفح جنوب قطاع غزة سواء جرت توصل الاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار أم لم يجري مضيفاً أن فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خياراً مطروحاً على حد تعبيره وكان وفد حركة حماس قد غادر لقاهرة مساء الاثنين من أجل التشاور حول مقترح الهدنة الأخير وذلك بعد اجتماعات ضمت ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة ووفداً من حماس والمقترح الجديد الذي صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل بعض التعديلات يتضمن تبادل للسجناء والمحتجزين بين الطرفين ووقفاً لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع والعمل على إدخال المساعدات بشكل مستدام إلى كافة أنحاء القطاع وبحث مسألة عودة النازحين إلى شمال القطاع على دفعات ترجمة نانسي قنقر